موسيقى 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 وديت الصينية يا ماما الخلطي صبرة تسلم يا حبيبي محشي موسيقى موسيقى أم مينا بعتلينا المحشي ده يا أم أم مينا تسلم ايديها طول عمرها صاحبة واجد بولك ايه يا بطي يا بنتي تعلي يا حبيبي تكمل الأكرح سرجل من شيلان عايزة خشة صحة بوكي يلا يلا حبيبي الله انت صحي يا أمين صدق الله العظيم ايو صاح يا صبرة وإلا شاء الهموم زي حالات يجيلونهم ان شاء الله ربنا مش هيجيب همه أبدا ربنا يفرج الهموم قادر يا كريم عمين يا رب يا رب عمر فين أدم وعمل أدم لسه في كل ييته وعمل لسه ناي وفين يحيا بيلعب كرة في الشارع يا دي كرة كل يوم لعب كرة يا خوية ما تسيبه يلعب تفكر نفسه أبو تريكا ولا ايه؟ يا خوية اسمع نبقك ربنا يبقى زي أبو تريكا قادر يا كريم يا رب اه ايو دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوزوا ان شاء الله يا خوية تدلعوا في حياتك ان شاء الله خليك انت اه الله العظيم اهلنا سامية ازيق يا ابو الحمد لله بنتي انت طويس؟ الحمد لله عامل ايه في الحمد؟ الحمد لله عايشة سامية حبيبتي ازيق يا ابو وحشتين وانتي كمائي زيق حبيبتي ازيق يا ابو؟ الحمد لله بنتي اما الفين بطة؟ بطة طلعينها في المطبع اغيثونا طب انا هقوم اشوف الاكل لا خليكي وانا هشوف طب انا هصح عامل بقى عامل ما عامل؟ ايوة ايوة اسحى با با ليش لم اتلعني الكافيو دي؟ ايوة انا بتوضيه بتوضيه اشتركوا في القناة 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 عبدو اشتركوا في القناة 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 نافيش؟ اشتركوا في القناة انت اشتركوا في القناة 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 بقى وارجع اشتغل تاني ما تقلقش يا أختي كلها يومين والعيد يخش وترجعها تشتغل تاني صدي بقى لك طب بقولك ايه ايه ما تيجي تصحر معي بقولك ايه اتمسي وقولي يا ميسا رمضان كريم في العيد ما تفهمنيش غلط ده أنا من الصحر احنا التلاتة تلاتة؟ اه انا وانت والشطان بقولك ايه الولوس ايه هاتي الطلب ده كده وخش يندهي عشان نمشي مين دالندا؟ الشطان ها ها اشتغل اشتغل ها 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 طبعا يا سيد لو سمحت عم أمين خلصني فوت علينا بعد العيد أكون رجعت ورقك يا سيد يا أستاذ أمين ربنا يخليك أنا بقى لشهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايدة فات الكتير ما بقى للقليلة يا سيد لحد إمتى؟ دحية التصريح لا راح ولا جاية عشان رجل معوق هنحطي له حادتين قدام بيته ودي شوية؟ حادتين حيندقوا في الطريق العام يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا أي حد يركم ما بينهم المفروض إن احنا ناخد إذن من البلدية والمطافي والأمن الصناعي يا أه إحنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا يا سايبة طب إيه رأيك بقى في اللي بيحط حاجر عافية ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هتعمل له محضر وهتعمل مخالفة وهيدفع غرامة وإذا ما دفعش غرامة هتبقى قاضية إنما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه المهم يا أستاذ أمين أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهل على الله وكل شيء بتامنه يا أستاذ أمين أنت كل اللي بتطلبين مني بدفعوا دمغات ومصاريف ومفيش فايدة فكر شوية شغل مخك يمكن في حاجة ما ندفع ايديش هي اللي معطلو لك الدنيا حاجة إيه يا أستاذ أمين أنت كل اللي طلبتوا مني دفعتوا؟ في حاجات ما ينفعش لتقال ولا نقول عليها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ إنها واضح من الورق بتاعك إنك في شارع جانبي يعني الحاجات دي كلها مش مهمة ربنا يخليك لينا عمامي ويخليكم تلينا ويرزقكم برزقنا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مش فهم يا أستاذ أمين إنت إزاي بتصلي الفرد الفرد وتقبع على نفسك فصة رشوة دي يعني إنت ما بتقبلهاش يا سيد سيد أيوة بسلامة ما بصليش وبعدين مين اللي قال عليها رشوة ملتطبر إيه دي دمغة نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله ما هو لما نفسه تبقى مفتوحة مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشغل الناس دمغة نفس أيوة دمغة نفس والعلمك بقى دي أهم دمغة في الدمغات والمفروض إنها تتحط في الدمغات الرسمية ساعتها الشغل حيمشي زي الفل دي تعتبر مكافأة للموظف على سرعة تأديته وخدماته للمواطنين وبما إن الحكومة ما بتدفعش الدمغة لي فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تأديراً بزميله الموظف علشان يمشيله شغله صدق معك حق ها طبعاً نا منهجس شكراً بابا تأخر وهيأخرنا كده على المحاضر ها سيبك بقى كده وقولي بركتله على عيد ميلاده ها بركتله ها وقال لك إيه بقى مفيش شكرني ومشي شكله بيتكسف يعني مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ آدم جريء وبمية لسان مش عارفة كده أنا بيجيلي إحساس إنه مواجب بيكي بس مش عاوز يتكلم مواجب بيه إيه بس؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ عمطة أنا أنا حسبة وأنا إحساسي ما فيبش أبداً بطالي التخريف اللي أنت بتقوليه يا هابا أنا وآدم زي الإخوات ومتربين مع بعض يعني يا فيش ما بيننا التخريف ده طب ما أنا متربية معاكم عم الزمان وبرضو بيهتم بيك إنت زيادة بطالي هابل بقى يا هابا صباح الخير يا بانا صباح الخير يا بانا صباح الخير يا بانا أزاك يا عمو عبيل أهو الحمد لله عايشين بنكافح اتأخرت لي يا بابا؟ أنت كده حتأخرني على المحاضرة لا كله إلا المحاضرات أنت عارفة السنة بتوقف عليها بكاما؟ طب إيه دك على مية جنيه؟ مية جنيه؟ ليه كفى الله الشر؟ أصلي يا بابا في فستان عجبني قوي وكنت محاوشاله ومش مقسني غير مية جنيه فاضل مية جنيه؟ ليه؟ ما للفستان إن شاء الله تعمانه كان؟ حوالي ربع مية قد؟ ليه؟ فستان معمول مدهب؟ إيه يا عم عبيل؟ ده في فستان بتعد الألف والألفين الله؟ نبي أخذت نقاطينا بسكاتك بلا تقول دم يلا يا بابا بقى هاتل مية جنيه طب ما ترجع نفسك يا عنا؟ أرجع نفسي في إيه؟ يعني ديه عندك فستان كتير ده أنت عندي جي جي خمس بقولك هي يا بابا ما تخسيمهم من مصروفي الشهر الجاي وما هم من غير ما تقول يوه كده كده كان هيعصرهم ملكة في كمه طب يلا بقى هاتل مية جنيه طب أقولك ما تجيب التلطوية اللي انت محوشاهم علمية اللي أنا حدهم لك وافتح لك تغطر توفير الفستان يعني الفستان طب ما كفاء خمسين بطل بقى حركاتك دي يا بابا أمر لله ما انت الحيلة اللي طلعت بها من الدنيا تفضلي ايه دول يا بابا مديني مية جنيه خمسات انت مش هتبطل حركاتك دي ايه كل خمسة فوق خمسة عشان البيت اللي معاك دي واضح اللي عنها مطورة والعين فنقت الحق ماشي يا بابا سلام 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 يا أختي معارف بيت تطال عيدها مخوماً مين معا إن أمها بخيرة سلام سلام إيه اعود وقعدين فوق أختي اخهرت ليه مرزوق انا دقيق أو كنت مشية حاملة بس يا بطة كنت في الشغل ومش حاملة تحرك طب ما أنا رانيت عليك كذا مرة وسامعيك عملت أتكلم مع حد وعمل أقول لك قلو قلو ما بتردش علي أعمل ليه بس الظبط كان وقف على دماغي ومش عارف أرد روح تفتح عليك وقلت إيمكن تسمعني وتفهم خلاص ما عدي هالك المرة دي لا قبل ما تعديها فيها حاجة مهمة أوه عايزة أقول هالك إيه؟ بحشتيني أنت كمان بجد؟ بس بجد بقى عايزة أقول لك حاجة بجد بجد قوي يعني المرة دي أه؟ أحبك ما شمعنا؟ ما شمعنا؟ عشان أنت بيت جدعة وبيت رابي بس كده؟ نأ بس كده إيه؟ عشان أنت حلوة حلوة أول زي الأمر وأموت فيك إيه رأيكم بقى يا شرمزات في عربية الجديدة؟ واللول لابيال إيه؟ سبيشال أوردر ما شاء الله يا معلوم مش لسه مغار العربية الشهر اللي فات كل شهر بغار العربية جديدة لا أكبر فيه يا عم إنت؟ أنا العربية دي هويتي وبعدين دي لعبة الكبار يا عم ده آله حرامية ومعهم فلوس كتير اللي بيته من إزازي يا حبوب وبعدين ما انت خيالك دي يعني أكبر حرامي في مصر القديمة يا عم ده يا عمي مش خيالي انت هتحور كمان السادة يا زلامتو طلع عم ومش خياله أقولك إيه؟ الزيبون لسه مكتشفش إن أنا مونيكا اللي بتشتغلها على الإنترنت وعتفضحني يا صحيحة وليد انت ابن محزوزة البت زي الأمر انت معلق على الفيسبوك مونيكا دي هموت وأعرف عجيبها فيك إيه؟ أوه انت مش شفتش بقى بتخيل بقى قدم أنا بس يعطي وخبرتي والأوبشنز اللي عندي دي مش عارف أعلق بيت بوزة زي دي انت على مونيكا؟ مونيكا بقولك إيه؟ انت بتعمل معا حاجة بقى كده ولا كده؟ وصلت له إيه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني فلت ها؟ فلت منك كرا عندك معادة إنت معايها بقى عملت ولينا يا مونيكا الساعة مين تفكرتني تفكرتني بالمعادة أنا لازم أطير دلوقتي حالا إن هي قاعدة على نار مستنياني كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع الحب صحابها بقى حباد صحابها يا الله سلام يا جمال شيري انت بقى بس قاعدة إخبط فيها حاجة وانت تعير نمر بنلزيب بقول لكم إيه صحاب إيه عبي أنا مش فهم أي حاجة من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده ولا حاجة الدكتور عاز نعمل استطلاع رأي على أكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري أكبر مشكلة بتقرق المجتمع المصري أهلا بس عالم أهلا بيك إزايك موسيقى أنا مش عارف بس إيه اللي طلحها في دماغك إن أنت يجيبين الضرق نهاردة عشان هانيمون يا حبيبي إنت مش فهم هناك الشمس جامدة قديت مش عارف ليه محسساني يا نانسي إن إحنا هنطلع على هانيمون ده نكسر الفيزا بتاع التايلاند ونعمل هجرة غير مشروعة جو إيه تعال عايزيك ها حلوة دين حلو طيب مدين برضو حلوة كلهم حلوين يا نانسي إيه اللي كلهم حلوين إنت إيه ما فيش رأي خالص كده هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى ما فيش رأي خالص طب ماشي يا ستي كلهم وحشين كده يا جو أوكي أنا هشتري واحدة سودة عشان تبتكره الأسود لا نانسي عشان خطري بلاش الأسودة عشان خطري أيوة كده استنى بقى عشان هزكتي أسحيك طب ماشيك مش قادرة سودة إنها أخيرا كاملت وبجد طلعة ضحفة لا ما خدتيش بالك بقى من الصفرة جات وتفرشتها إيه ده أنت حطتها؟ شفت مكانها هنا أحلى إزاي؟ خلاص يا ستي بقى ما أنا حطتها لك ما جميع أنت عايزة تعالي بس هوريكي حاجة الفجأة جندا جندا طب الراحة بالراحة طيب هوريكي حاجة جندا جندا إيه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ شفاهم فين المفاجأة؟ إيه التلاجة ما جبناها وكراتين وبتاعها بجد؟ لا تصدق مفاجأة رهيبة فرح بل الواحدي كويس أنا كملتال واحدك معكش حد يالي طيب هي تكسفيني على طول هتفضاي تكسفيني على طول كده بقولك إيه ما تيجي نبات هنا النهاردة تلمي طب بوس يا طيب تلمي يا جو كلها كم يوم محدش هيقولي تلمي فاهمة؟ كمان كم يوم مش دلوقتي بموت فيكي أنا ننسي هلو اتلاك حسنا ما أروح الشغلة لي يا عامر مليش نفس أروح النهاردة ملكش نفس يعني هي رحلة يعني هروح أعمل إيه؟ بروح أكل سندوت شايت وأشرب في شايات ونم على زمايلي يعني ايه فيش حاجة مهمة طيب قل الحمد لله بقى انك انت مش عاطل انا عاطل برضو عاطل لصبرة بس بمرتب طب احمد ربينا بقى النوم بتدورك مرتب على كده انا داخل انام بقصحوني على الفطار يا ابن انت ما ذهقتش نوم يعني عايزان اعمليها صبرة تشوف لك اي شغلانة بعد الظهر تزود داخلك تضيع وقتك شغلانة انا فضلها 4 سنين انه بعندي 50 سنة شغل ايه اللي حيقبني دلوقتي في السن ده وحتى لو قبلوني عاوزين شهادة جبرة صبرة انت عارف اختي الحكومة ما بتديش جبرة ايوه يا حبيبي بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلي زي ما خليق ربنا تتجوز انت بتقولي احلام يا صبرة الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقيت جوبيز والله بقيت جوبيز يا صبرة بقوم مفزوعة منها طول الليل انا بقوم بلاقي دمعيتها علاقات بي مش حاسس بيها سيق عليك انها بقى صبرة سيق عليك انها بقى ختمت بتقلب عليهم والد حبق كويس حبق كويس يا صبرة صباح الخير يا نانسي سيق عليك انها بقى صبرة في راجل اجنبي جوه عجباه قوي الكاوتش البني بس عايزي غير القماش موكي تاني جوبيز موكي تاني جوبيز مصطفى صرور سيحب بفرق من فارق او صور بس نعم اي احجب اعطا بخارك او صور الفيه بلا اتصم على صحت هم شوه؟ بحق بحق نعمال عليك أبدا شايت من كان هناك جواب انا نعمل وقت حسنا اي احجب احجب ساحب او صعب موكي بحقwość اعطيك اسف طرح ايه يا ماما معلش اقصلي معي كلايمت انا جاية على طول انا هروح بعد كذا اوكي اوكي مش هتأخر باي انا اقصلي معي ويصدق طيب يا جانا وعين سايد عليكم ومسايد عليكم ويصدق طيب يا فرط يا حلوة يا حلوة انتي بصاعد طيب يا ايدا بصاعد طيب يا حبيب صاعد طيب يا مينا امك عمرت لينا شوية كحك عسل يا طهور تلينا قصيدة لايت كده بقى فاكر في ست السنة الفاتف وبحديباتي اتشعط كمين دي بس بزميتك مش كانت حلوة كانت حلوة يا اللهي خشي بقى لبتاعت السنة دي عاستسمح حاجة؟ مصامر أكتب نوقف لعبة بقى نسمح مطاطي 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 ونفسي مكسورة وراضي إن فيك أعيش ولو لي بلد غيرك هسيبك وما تزعليش مطاطي ونفسي مكسورة وراضي إن فيك أعيش ولو لي بلد غيرك هسيبك وما تزعليش ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم لكن دلوقتي سامحيني أنا بحلم بلقمة عيش يا ابن اللذيب إيه ده بطاطي شعرك رحت وحشة شعرك ركيب بطاطك يا رجل يا معفن مش فيها قيمة الكلام اللي بيقولو يلا عمه قومي استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل إيه انت عارف يا طهر أحلى حدا فيك انت ببصنا ده ولا استنى بس يا جاه قول أخي أحلى حاجة فيك ان الشعر بتاعك سترونج بنا يا فريم الحمام وفي نفس الوقت ضعيف زي سنوط يور بروكلوم دي مشكلت أنا مشكلت خليها الله معك خليها الله مالك يا بوعدة مساكت لي كده سكت طبعا يا معلم انتقلبت علينا المواجع في الوقفة السنة اللي فاتت قد عمل قصيدة لحبيبتك السنة دي شوف انت عاملها لإيه واضح ان احنا كبرنا كده والهم ما لا حياتنا احنا كبرناش احنا فهمنا وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الألم ألم وورقة وكراسة ايه جوا محو الأمية ده انا غلطان ان اعادت مع عالم جاهل زيكم جاتكم العرف اللي قولي يا دم هو مين رجل ده معرفش انا فاكره جاي معاك معرفش انا فاكره جاي معاك نعم انا معرفش انا فاكره جاي معاك مين ده حاج معرفش ان انا فاكره معاك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا واصف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم بارك لي في اولاني وبناتي واصف عنهم السوء اللهم بارك لي في آدم ابني اللهم اكتب له النجاح اللهم يسر له طريق الفلاح اللهم اجعله لي خير خلف واجعله لأمه وأخواته خير سنة اللهم اعيد علينا هذه الأيام بالخير واليوم والبركات اللهم اعيد علينا العيد اللهم اعيدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعتنا في الدنيا حصنا وفي الأخرة حصنا وقلنا عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا رب العالم موسيقى انا قول له عربي عشرة سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك عربي، انجليزي، شاء الله باز يعني اي اعمعلم عاد يا جدع ما يضاد الله يرحمه اسمه شاء الله باز وشاء الله باز ديت كدت عيلا ريتش في وقت الشره والإنجليزي ده بقى اسم الشهرة بتاعي ايتميني باشتغل مع العجالب طول الوقت زي ما انتو شايفين كده وسايب العالو وموهم فوق السطوح وانت ناطر وزاوي الوحديهم الله ما انا باش او اتعب واشتغل واعرف مسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والأولاد ونعم الشق الله اعمل ايه الصحدي المطرب يركب الهارد ايه الهارد؟ الصعب يعني برضو ما فهمتش يعني انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايزي خالص اضرب المويل بيكين المحزة وبروز السمانة واجي فارد عشاس لونج كده طلقت ايه بقى؟ اضغط النسوان الأجانب من سن التسعين كده وانت طالع تسعين وانت طالع؟ طالع فين يا معالد؟ انت كده تطالع عالقرافة قلبين عداد بدري بدري وكل ما كانت عظمة جديرة تفرهب وتاكل الطعام بصرع يعني انت من رجالة اللي بيبيعوا نفسهم عشان خطر الفلوس الله ينور عليك ما هي دي الفرصة يا صاحب؟ بس ليش دي الفرصة يا صاحب؟ الفرصة اللي غلالها مونير وقال عليها ايه؟ الفرصة بنت جميلة رجب عجلة ببدال ببدال وجدول وجنزير وطبعا هتتقبلولو بقولوكم ايه؟ ما تاخدوني لفة معاكم ما تخنونيش يا نيسي سجك هيخص زيال الناس دي كلها انت مش على راسك ليش يا اخويا لا يا اخويا على راسي ليش يا اهه والصدق يخش اول فرصة مش هيخص الا في الاصول بقولك ايه؟ الفرن عطر روح يعملوا حتة تانية يا اخويا ايه؟ ايه؟ ايه يا فناليا؟ وما صدق ايه على ابني لي يا فناليا؟ هي حاليا مقفينها؟ حاليا الطلاب الثلاثة اللي الساق بتاعلم مدقاش اول صد؟ تملع لك الفرن وانت في حدي ايه؟ حاليا الفرن كمات في يحت ولا ايه؟ اصرا عم فناليا ولو قطرت في الكلام هاشوقت ليه؟ مفتخها قدامك؟ في حاجة يا فناليا؟ فيها عم فناليا لا مفيش حاجة يا ادم لا فيه ادم وصر يدخل صاجل اول قلت له ازاي؟ فيه ناس قبلية وانا عراسي ليش يعاني اولا حاجة اه لا مفيش ريشة ولا حاجة موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة جنيه. وليلو خمسة جنيه دي قد بيتيجي ازاي? وكاد بتعمل ايه زمان? وليلو فرحك انت تكلف قد ايه? هوعه. هوعه جيل اخر زمن. هاته. هاته انا اقول لك بتتصرف ازاي? هاته. يا اخوية هو انت كل حاجة نرطت فيها كده ما تسكت بقى. جرى يا واد. افضب اللي ربنا اساملك بيه وخليه قنوع. يا وما انتو مش عاشين في الدون انتو عاشين اياملك سوس. شوف تخش تبوس ايده ورجله. وتحمد ربنا. حاضر. هد تعالي. اللي يطلب حاجة يطلبها بادب. مزبوطين مزبوطين. يلا روح ايدي. تعالي. مش عبرك. خش تبوس ايه? ايده. ويه. ورجله? اهو برجله. ايه? مش. الى اي سعيدك يا ادم يا رب. يرزقك من وسع. قادر يا كريم. يا رب. ربنا يا خليكي لينا اما. ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم. اخوة انا يعني لازم اروح اقل لي ادب على بوك عشان تيديني اعدائي. ماشي يا عمي. ماشي يا عمي. ماشي يا عمي. تفكر يا عمي. تفكر يا عمي. تفكر يا عمي. يلا. خمسة ايا هي. يلا. هل عم اصحابك. ها بسود. يلا. تفكره وس ايده ورجله. هم? ولا يفهم له كمان. يلا. يلا. ايه ده? خمسة جنيه? انت مش عايشين في الدنيا ولا ايه? انت عايشين اعامل اقصوص. موسيقى 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 المترجم للقناة 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 اشتركوا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة اشتركوا اشتركوا المترجم للقناة 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 سيف باشا أنا عاوز أقول ساعتك على حاجة الوادى أقل مما تتصور كتير وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه إن ملفه أبيض ونظيفه زي الفل الله يبايد أيامك عشان بيه ونور لك قلبك تتعلمني شغلي ولا إيه؟ فيه إيه عشان بيه؟ العفو يا باشا آسف العيال دي ما بتجيش غير بالعنف العنف عايزين يعملوا فوضى في البلد مش كلهم ساعتك مش كلهم لازم نفرع ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المزنب اللي بجد ومعليك بقى عرفت إنه بريء إزاي أولا ساعتك ملفه فوضي نفيهوش ولا زا بقى سانيا وده الأهم إن إحساس الأمن أكد لي كده يا دي إحساسك الأمن اللي انت فلقتني بي يا ابني أنت ظابط أمن دولة معه عشان أنا ظابط أمن دولة لازم أدي لنفسي الفرصة أني أقايم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده أي إجراء دي أروح نس عندك ولا إيه؟ طالما جيه هنا واقف قدامك يبقى حوالي شبعة ومهمتك كراجل أمن إنك تتحقق أمن ده عشان تقدر تحقق الأمن والاستقرار للبلد وهو أمن والاستقرار للبلد ما يتحققوش إلا لو عاملنا ولادك إنهم مجرمين وحرمية يا ابني أنت مهمتك إنك توقف المشكلة قبل ما تحصل مش تستنى لما المشكلة تحصل وبعدين تبدأ تفكر لها في حال الأمن أهم سلعة فيها ولو فلت الزمام وفي أبناء كلنا أروح في ستين ده البلد دي حتولع في سانية ده شغل أمن دولة يا حبيب أقول تاني وأفهمك ولا إيه لا يا بش ما فيش ده طيب قولي بقى ده وراكي النهار ده بالليل ما فيش حاجة ساعتك طب ما هتجي لي بيت شوية كده بتتغلب لك بلتين تلاتة شطرانك ما بلاش ساعتك لما بتتغلب بتقفش أنا طب يا إخي طالة ما بقفش اتغلب لي مرة خدوه على فين يا ابني مش عارف والله بس أنا شفتوهم قبضوا عليه وركبوا البوكس مع الناس اللي أخدوهم في المزاهرة يا لهوي يا لهوي كان مستخبيننا في الكل ده أعمل إيه أنا دلوقتي أعمل إيه انت تدور عليه أمين عشان خاطري هدور عليك فين هو عيل تاية مزاهرة إيه اللي بتعمل مزاهرات أنا حاخش تغير ودومي يا رب يا رب اسطرها يا رب اسطرها يا رب اسطرها يا رب بقول نعم يا رب يا رب يا لهوي يا لهوي فيه إيه يا صدر يا لهوي انت تدور مع عمك أمين على أهدم مالو أهدم أبو تعليف والمزاهرة مش عارفين أعرضي فين مزاهرة وإيه لك خليه نروح مزاهرات ده تجعني انت هو اللي إيه؟ بقول لك أنا مش نصاك إلبس أيهن ونزي الدور عليه معلاش يا صبرة أنا ماليش في المشاوير دي معلاش يعني هسيب جزوختك ينزي اللي دور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده أنا اللي محتاج حد يسندني أنا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري وانت رسميتك إيه في الدنيا دي تقدر تقولي ما أولا حاجة اعتبرين هواء خلاص إذ رايحتي أنا بخاف أروح الآزمة صبرة أنا شفتي مكواجي شعي البدل الضابط وماشي بالشارع بخاف من مكواجي امنا أعمを امنا abنا كم هل سبق سنبدأ شكرا بعض لو انتانتك معلوم وشتهاء امنا لا يتقل سيانسي دي سيارة تحبكي سحبكي أجل أن أجل 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 وإنه سأجل أن تكون الأمور بأمور في أجل أمور بأمور 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 شكرا شكرا لك في الموقف تاني أعليا تاني وثالث لحد ما ناخد حقنا وحققكم ده بقى لمؤازة ما بتعرفوش تغدو غير بالمظاهرات وتكسير المرافع العامة والممتلكات الخاصة أنا ما كسرتش حاجة بس عملت مظاهرات سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد أنا مش مسؤولة عن أفعال حد أنا مسؤولة على اللي أنا عملته واللي أنا عملته حق بيكفله لي القانون والدستور يا بنتي أنت مش بنت مونيب راشد أيها طب ليه بقى مش طالع زي بابا؟ طالع له إزاي يعني؟ يعني بابا رجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها معقولة بابا يعمر في البلد وأنت تجي تخريبيها بابا بيحب البلد بطريقته وأنا بحبها بطريقتي مش على كل حل إكرامة للسيد الوالد أنا هخديك ترواحي النهاردة لو ليه حق أمشي لو مليش أتحسب على أنا عملته زي زي غيري خليها علي المرة دي بس المرة الجاية هحسبك على القديم والجديد طبعا أنت فهمها كلامي كويس هم؟ يا أبني تعال أخد عليها تخلص لها إقراءاتها وصيبها ترواح شرفتي يا تلعوها بسليمة يا رب اهدي يا صبري يا أختي اهدي مش كده ما تقلقش غير إن شاء الله أنا إزاي بس الوضع خدوا يا أمه أنا ومش عارفة هشوفه داني ولا لا ما تقلقش يا أختي مادام هو ملهوش في السياسة هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طور دا حقيقي يا أمه الوضع يصمب للمعصام اتخد فيه مظاهرة زي كده ولما ثبتت برقته صبوه اصبري يا أختي اصبري يا صبري قديدي صبري دا نظهر يتحنا طول عمر عشان ربيهم كويس إلا ما حد تنصب فيهم والآخر الوضع يتمسك ومعرفش حتى أراضي فين بعد الشر ما تقوليش كده قدم حيرجع بالسلام إن شاء الله دا قدم دا أحسن واحد في الدنيا اه والله ادملوش ولا في السيئسة ولا المظاهرات ولا الحاجات دي استرها يا رب استرها يا رب ونابت استرها يا رب انت بقى زعيم المظاهرة يا باش انا يا لا زعيم ولا حاجة انا اللي جواي وبحس بيه بقولي على طول ايو بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل وبعدين يا ابني احنا في حالة سلام مع اسرائيل دلوقتي يا باش احنا عمرنا ما يكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا طول ما هم بيقتلوا اخوتنا كل يوم وبيهتجوا عراضهم يبقى عمر ما هكون في بيننا وبينهم سلام ابدا غصبا عني يا باشا مش بيدي انا معك وحس بيك بس مش بالطريقة دي يا طهر انت كده ممكن تودي نفسك في ستين داين ما انت عارف القانون وبعدين يا طهر انت شاب من ناس مثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل بلاش تهده يا طهر فاندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجة نخرجهم العذاب اللي هم فيه يبقى مالوش لازمة ان احنا نعيش للمستقبل انت دماغك ناشفة قوية بس مش مؤذي واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوة كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه بص يا ابنى نهرواحك بس بالله عليك بلاش ميجاي هنا داني شكرا يا فاندم كاريت زباط امن الدول وكل هم يكونوا محترمين زي حضرتك بس انا بقى ليه عندك طلب يا طهر يا جفارة امورني يا فاندم نفسي تقولي قصيدة كده من اللي انت بتكتبه حاضر يا فاندم قلبه وكفاح باسم اللي راح حلمه وقضية حالي في معيش وفي عيني خوف من الليلة دي وانا مش مروح بيتي غير حقي في ايدي مش هدي فرصة لقيد حديد تهد فيا ولوط راسي غير بسجدة بحسن نية للي حياني عشان اعيشت لللحظة دي ام روحة طهر ام روح بدل ما احطك في الحاجس شكرا عفوا في ايه بس يا ماما؟ احركتين ابيعياتك اللي مش مفهوم ده قدام الناس يو بقولك يا سرية قدم ده ما عزته من ما عزته ولادنا بعدين انت ناسية مش هوا وهنا مترابقين سوا يا ماما ده اخواتهم اللي اسموهم اخواتهم ما عياتوش عليه زيها كده هؤما حرين يا ماما بيت يا هان ايه اللي بينك وبين قادة؟ مفيش حاجة علي انا الكلام ده؟ ريحي قلبي قوليلي مفيش حاجة يا ماما قلتلك مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة مظاهرة ايه الخايب ده؟ في حد عائل يعمل كده؟ خايب؟ خايب ده ايه؟ وله يا اخويا ما تقولش عليه وطني وطني؟ وطني يا حماة انت لسه عيش ايام الانجليز؟ يا حماة الحكاية دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون وبين لعلمك بقى؟ المظاهرات دي اضعف حاجة لحل المشاكل ده وطن غابة يا حوية اما قوم اشوف البيت؟ هنعمل ايه بقى يا اخويا تي الشباب؟ المهم ابو وامو عاملين ايه دلوقتي؟ مش احطفين على الواد يعيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه مش احطفين؟ ما هم اللي يستهلوا سابولوا الحبل على الغرب لغاك ما فسد جرأي يا ابو هانا هو انا بقولك الواد اتقبض عليه في قضية مخدرات؟ ده ما قبض عليه يا اخويا في مزهرة يا ريتك اتقضية مخدرات كان كام سنة ورجع انما دي عالم شكرا ايه ده ايه المعاملة دي يعني سايبني كل ده متأخر علي وداخل من بره ضرب بوز قد كده وطالع على فوق على طول امه لما نتجاوز هتعمل فيها ايه بقى مالك يا جو انت حسس بحاجة حسس بظلم ظلم ايه الكلمة الغريبة دي اه يا نانسي بفكر بعد من اتجاوز اخدك ونهاجر نهاجر انا هبقى بظلم نفسي وبظلم مثل وفضلنا قاعدين هنا المرة دي جاد سليمة المرة جاية مطمنش ممكن تطبل على دماغك ودماغه لا باش يا حمار احنا ناس غلابة وملناش في السياسة مانا عشان كده استدعيتك عقل ابنك خلي يركز في مستقبله بدل ما يتلمع عليش وقتها لصيعة يملو دماغه بكلام فارغ حاضر يا باش حاضر اوعد ساعتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابد يا ريت بقى اني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني يا نادر الراجل اللي عندي سلموا ابنه خليه مروحه الله يعمل بيتك يا باش الله يكرمك واسع ريزك اتشكي لي باش الله يكرمك الله يكرمك يا باش خس قدر خس اهدم اهدم يا حبيبي كده كده يا ابني تخلعها في عمر كده يا اهدم ليه كده بس ليه كده يا ابني احكي لي عملت ايه ايه اللي حصل عملوا فيك ايه انا كنت في الجامعة داخل الجامعة عادي لقيت فيه مظاهرة حمدلع السلام يا سيادة مظاهرات مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي احنا من امتى بتوح مظاهرات يا خلي انت مش فاهم حاجة يا خلي خليه با لازفت بقى ايه ده بس استنى انت كمان قل عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات يا با انت مش مصدقني ليه يا ابو والله يا العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة انا نبهتك قبل ما تروحك كلية قلتلك احنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص يا ابني احنا مشين جاب الحيط كل هدفنا ان احنا نكسب لقو بيتنا بعرقنا قلتلك ده ولا ما قلتلكش يا با انت مش مصدقني ليه يا ابو قلتلك ولا ما قلتلكش قلتلي ولما انا قلتلك وسمعت كلامي مابتعملش به ليه ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس يا ادم يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك ما هو قللك اهو يا خالي والله العظيم تلاتة ما كنت في المظاهرة يا خالي وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه يا با انا مش في الجامعة يا ابو انت الجامعة مال هوم المظاهرات يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص جري يا امين ما تخفي على الوقت شوية ما هو ده اللي انت فلحة فيه خفي على الوقت يا امين ما هو كله بسببك انا ومال امي مش انت المسؤولة عن تربيتهم وتوعيتهم اراهني كمال الوقت خاب بسببك الله يسامحك يا امين له ده اللي انت فلحة فيه يا الله يسامحك تعملني عاملة وترجعت قولي لي الله يسامحك يا امي امي اصحك ايه ده امي انت بتميت ايدك علي يا امي انت بتشدني والله يا عقل لا اسمع ازا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليه كلمة هنا لا انا هناك كبير اللي يا كله قمتي يسبع كلمتي اصحك انا هناك كبير انا اللي كلمتي لازم تنشي واللي مش هسبع كلمتي انت لع برا البيت اتفاضل برا برا ايه يا امين حرم عليك يا امي برا برا ادم ادم حرم عليك يا ادم حرم عليك رايح فين متزعلش منه ده في الاول في اخر ابو خايف عليك حنزل شوية ادم ادم ادام اصطع ايه ادام ايه ادام اصطع ايه ادام يا رب أموت لو ما استميني تسيبيني يا هنو لا مش هسيب اطلعي لا مش هطلع يا أدم يا سيت اطلعي بقى مش هطلع ما بحبش حد يشوفني كلا انا مش حد يا أدم يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي ما بقتش زي الأول يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمة ولا مهرجلة ولا شوية الحاجات اللي بتلكيكوا بها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول بص يا جو احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشة فيها حاجات حلوة كتير قوي اقول لك على حاجة زي ناسها مثلا ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا عارف يا نانسي انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطلبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها بالعكس انا كنت بقى ضد اي واحد بيتكلم في القصة دي وكان عندي ميت حجة وحجة بوجهوا بيها بس للأسف الحاجة دي ما بقتش موجودة أصلا زي يعني انت بتقولي مثلا ناسها اهو ناسها دول هم بقى اللي اتغيروا الناس ما بقتش بتحترم بعض انا كنت بقول ان ما فيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبين كانوا زمان اسرة وحدها بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض بس النهاردة ما بقش في حد بيحترم التاني المشكلة اني بقتش قادرة اتعامل مع الناس ولا قادرة افهمهم ولا قادرة اتعايش معهم اصلا ايوا يا جو بس انا مش حاسة ان الناس بقت وحشة قوي كده يعني عشان انت عايشة بدايرة مغلقة عليك انت دايرتك داية قوي يا نانسي بيتك والكنيسة والجالاري وانا بس عارفة لو في يوم من الايام خرجتي من الدايرة دي لأي سبب من الاسباب هتفهم اللي بقى الهولك دا وهكون صدمة الكبيرة وانا بقى من حقي ان انا خاف عليك وعلى اولادنا عشان كده لازم نمشي برا البلد دي طب بالراحة بس ممكن تسمعني قولي احنا مش عايزة نزل مع الناس قوي كده برضو انا وانت عارفين كويس قوي ان اخلاق اي شعب في الدنيا لما بتتغير للأسوأ زي ما انت بتقول ما هو دا برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصادية اللي متعرضن لها للظلم للفساد اللي بيشوفوه وبعدين يا اخي احنا لو رحنا اي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشة برضو وهنقابل ناس متعصبين سواء في الدين او في اللون او في الجنسية مثلا طب نروح فين واعمل ايه عشان نعيش في المجتمع بيحترم بعضه نفضل وسط اهلنا على اقل ان لما نقابل اي مشكلة من دول نلاقي حقنا من اترمي فيه يا جوه عشان خاطري انا نفسي عايش في البلد اللي اتربت فيها وعايز اربي عيالي فيها كمان ممكن انت ايه الحكاية بتاعتك دي انت مش نورة بطالة شغل الجنان بتاعك ده لو سمحت يا بابا انا مش مجنونة اما ايه شغل التخلف اللي انت فيه ده وسقوتك في الكلية اكتر من ثلاث سنين واختلافاتك السياسية محدة كثرة واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني كل ده بتسميه ايه بس هميه حرية شخصية انا من حق اعبر عن رأيي لا مش من حقك لان طول ما انت بنتي وشايلة اسمي لازم تخافي على مصلحتي هو ده اللي مزعلك مصلحتك مصلحتي هي مصلحتك وما تنسيش ان انا ظهري لك قولوا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوك لغاية دلوقتي من فضلك بقى يا مونيب كفاية لحد كده كفاية ازاي كفاية ازاي اقول لهم ايه في الحزب بنتك ما خليها رقابتي قد السمسامة اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضده وفيها ايه لما تكون توجهات السياسية عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه ما هي دي الدموقراطية ليه بقى ان شاء الله انت فكرة ان انت الوطنية الوحيدة والباقي كلهم خاينين انا ما قلتش كده كل تصرفاتك بتقول كده ويقسفني ان اقولك ان كل زمومك غلط والبطولة والحماس اللي انت في دي هتروح مع اول قلم تخديف اي اسم يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت قال لينا عن قابو اليوم اللي انا خلفتك فيه اهدى شوية يا مونيب لو سمحت اهدى زي ستهانا هو ده الاتفاق اللي اتفاقنا عليه بعد ما اطلقنا مطلع علي البنت بلطجية وصورجية وبتاعت مشاكل ومظاهرات ياريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك انت غلطة في حياتي بدفعت امانها لغاية دلوقتي طالما بتاعتبرنا غلطة كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى اخرزي يا قليلت الادب الغلط مش عليكي الحقيقة حليانة عشاء قلب كبير وسبتك تتربي مع امك انت واختك في الجو الموبوء ده من فضلك يا مونيب ما سمحلكش تجيب سيرتي على لسانك بأي غلط ليه بقى تنكري ان ابوكي هو اللي بس الافكار المسمومة في تباق البنت وهلا تطلع بالشكل ده وكمان ما تجيبش سيري بابا على لسانك بابا ده كان راجل وطني بكد وبيحب مصر ليه بقى احنا بقى اللي بنكره مصر انتو كرحتوا الناس فيها بكتبكو وظلمكو انا مش جاي هنا عشان ادفع عن نفسي ولا اخد منك محضرات هيا كلمة يا كلمة بنتك يا كلمة هرفع ايدي يا حدوث وساعتها الله واعلم ايه اللي ممكن يجرى لها انا ما اخد غريبة ان انت وات صائع ومدردح ولاكش الافكاس ولا فزجار ايه يا عم انت انت فيه ايه 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 تقول ايه بكلمك يا عم بقولك اتا يعني وات صائع ومدردح ولاكش الافكاس ولا فزجار مجدعانة يا ابني انك تشوف الزفت ده وما تميدش ايدك عليها صائع ادب يا كيكي مش اه تاخد وقلع ده بقى عشان تنسى كل همومة اسمع كلام انا 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 فهو ده بقى اللي واخد عقلك بعدين انت عدت ان انا مشربش الزفت ده افرت بقى يا اخ انا شربته وحبيته ويهي المشكلة يا حبيبة ما تحبه اهو يصبرك على زن النسوان وعرفه وعلى لولس تعارف ايه مشكلتك انا ايه بقى يا عم الحكيم انك ما عندكش اي مشاكل بتحاول تخلق لنفسك اي مشاكل عشان تعيش نفسك فيها ليه يعني عشان اهلي اغنية في مشاكل كتير جدا ما تتحدش بالفلوس واكبر ده ليه عليك ايه ده مشكلتي مشكلتك مشكلت ايه دي بقى ان شاء الله ابوي اتخيل واستخسر اجيبلي عربية بمليون جنيه لا 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 الله ده قب ده صدق اخي اللي شوف بلاه والناس دول عليه بلويته يا ابني يا عم انت صدقت تعرف يا ده انا مشكلتي ايه زي ما انت قلت بالظبط ان انا ما عنديش مشكلة تخلى ما كل حاجة تتمنىه وتعوزها تجيلك في الحصة احساس مملة اول يا اخي ما عنديش هدف ما عنديش حافز كده ما فيش حاجة باسعه وراه وباجري وراه واسعب حاجة ان انت تلاقي كل اللي حواليك بيحبوك عشان مصنعه بس انا بحاول اشطفه بطريقة تانية نعم بيسلوني وده يقولي وقت اه لو تعرف امت الوقت والعمر اللي بيعدي من غير ما اتحقق في اي حاجة ده يا ابني انت كده بتقتل نفسك اه بقتل وبعقبه عشان فيش الاتحق اي حاجة مفيدة في الوقت ده يا سلام يا اخي وانت بقى عشان معرفش تبني فهتهد كل حاجة يا ابني رمعانك انك لازم تخرج وتنبسك وتهيس بس لازم بيقى فيه هدف في حياتك عايش عشانه على الالة لما تتجاوز يا جهاش منظرك وحش قدام براتك تبقاش زي الشحط كده ولسه بتفض مصروبك من اهلك واضح ان الدخان ساطه لك يا شلانز شلانز؟ لا معال ما تقلقش دخانك عمره ما يستنى لان قلمت دنيا وشلالتها فهواني تلوها كش مالك يا باشا برضو كش مالك يا باشا بقولك يا باشا مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقة؟ هو ليه الاداء ضد جيم كده نهارا؟ ضد جيم مينة؟ ضد جيم مينة؟ اعشان بيه؟ انت عارف ان انا اللي هايب قديم ده انت دوب لسه بقاش بال مش قوي كده يا باشا؟ لا اوه يا خبير اوه يا حبيبي يا ابني يا حبيبي ده انا كنت الضبورة وانت دوب لسه ورور بس انا اقول ماشي ماشي يا كبير طول عمرك زابط قدير يا باشا طول عمرك قدير طول عمرك قدير يلا بقى اسف اللي عشا جايز مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا ستة هو اللي غالب على وشك يعني هو بس فاضله حركة واحدة معقول ده؟ ده محط اللي انا عرفه عن حضرتك انك جمد قوي في الشتراني بس ادهيش جوزك الملك لسه عايش بس انت في موقف محرج يا باشا يلعب يلا بقى يا سيف زبان الناس جاهوا قوي لا يجوعوا يلعب يلعب ايه بقى؟ ما انت اتغلبتوا خلاص سيف الحديد ما بيتغلبش الملك مات يا باشا نور عشان بايه؟ جانورة كاسف باشا من هورا يا هانم مرسية فانت مرسية اهلا روس اهلا عشان بايه؟ الوقت اللي جالنا الصبح بتاع المنشورات مالو باشا الوقت ده ملفه نضيفه طبعا يا باشا وانا ما كنتش سبته مش عارف ليه يا اخنا مش مرتاح الوقت ده يا باشا ده وقت غلبان شكله مروش في الحاجات دي خالص ابيض شكل ايه عشان بايه؟ وانا هاخد له صورة ولا ايه؟ قلني شكله وانا هحكي لكم بقى حكاية ببنسبة الشكل ده ده مانو انا صغير الفاكر طبعا كان والدي بشتغل في البوليس السياسي اه طبعا يا باشا كان كان فيها عندنا جارة اسمها تانت فراخان ده تانت فراخان ده دي كان الست جده عندها حوالي سبعين حاجة وسبعين سنة يعني كان الست مشلولة طيبة قوي كل اللي تحب تزورها تبصي في وشها تحس انت شايف ملاك ده يسلو جناحات ويطير اهل المنطقة ان يحبوا الست دي قوي ويروح عندها يزوروها يعني ويودوها كده وبالتالي طبعا كانت عارفة اسرار كل السكان علال لها بفترة كابسو عليها واكتشفو انها جاسوسة وعندها طغغير بحية كل سكان المنطقة ومن ضمنهم ابويا سنهر يسود كل ده deixOOD من طل couple فراخان ده مر انا بقولك مش بالشاكل يا شاب هههههههههههههههههههههههههههههه مر انا بقولك مش بالشاكل يععم Ho ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هالالله يجالت كتأ Lie Fol policies والله يغالي بزيب باشا ايه سيح مش كيف انا شكك انا مفيش شغل بقى ولا ايه طيب حلاص فقيم مامي مامي انا حبي التنسيام اوي يا حيات قلبي دون تنسيام ودون عين التنسيام حياتي انا اول مرة الاقي هايدي متعلقة بحد بالشكل ده انتي عملتلا ايه اسيامان ولا حاجة زي ما هي ارتحتلي وانا كمان ارتحت الى اقوي مامي نعيزة فانيه حاضر يا روح مامي مامي انا حسابة ايه وانا بعمل ايه الله انا قطع لك انا كمان واكيد بايدي يلا امر بقولك يا باشا مش ناوي ساعدتك بقى تكمل سلالة الحديدي وتجيب لينا كم حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملووا عليكم هيحصل هيحصل بس زي ما تقول كده انا ايه انا وزي هام مش فاطين بس هيحصل هيحصل اه دول محشي عشان بيه اجيبك قوي بتسلم ايديك يا فاني بتسلم ايديك بصراحة حضرتك نفسك حلو وامل في الاكل بالهانة والشافر بالحكس بدأتو منوارنا اجيب لك عصير يا سيف انا شبعت وعايز انام ايه دا زهاي دي نامت مش بلاحز ان اسيف قلب فجأة كده و تقريبا طلدنا لا و تقريبا ليه هو طلدنا فعل انا احنا هنجدد فعلها من ساعة ما جبتوله صرت الخلفة والعيال مم مايكونش عنده مشكلة في الخلفة والله ممكن وبعدين ان انا فهمته من مراته انهم متجوزين بقالهم مؤتة طويل قوي ينهار اسرق ده انا شكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها ولبخت ليه انت ما تعرفش حاجة اساسها لا بس انا مش حابب ان انا ضايقه يعني بس انت ما تعرفيش الراجل ده الراجل ده لما بيقفش بيبقى قتم وخنيق لحبيه ما تكبرش الموضوع قوي كده وبعدين ان ما تشوف المرة الجايه بتتحش بالعيال مع الموضوع وخلص بس بقى يا مانالا حسنان انا مدهق قوي بجد دلوقتي ليه يا حبيبي ايميل حموت واعرف طنت فرخان ده فين دلوقتي يوه انت كده الواحد ماعرفش يغلطك ابدا انا ما بغلطش ايه اللي انا غلط فيه النهاردة ايه كده يصل اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا تردت الناس انت مش موضوعنا خينا في المهم ايه الاوفر اللي انت كنت فيه النهاردة ده؟ اوفر ايه اللي بتتكلم عنه؟ عمالة بتلعبي في البنت وعمالة بتحنيني فيها لما شربتت فيك وقرا فطنة دل ضيوفك يا سيف ولازم ابقى زوقوا معاهم بس انت مش في لحظة ان انت كنت مركزة مع البنت الزيادة عن لازم؟ الاطفال احبابه لا وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني الامومة يا هانم نفسك تبقي ام ايه سيف انت عايز تتخنق معايا وخلاص؟ هي اللي مو مناحة عليك يا وي جاه؟ هو انا اتكلمتي يا اخي مناحة معك او راضي او سكتة راضي او سكتة؟ انت بتعايريني ولا ايه؟ رودني على ايه انا مبعايراكش انا مكنتش اصد مر اصدك ايه؟ لا مالسيف الحديد اللي يعيش مع واحدة تعايره او تحتف عليه انا حصري في اللي وراي ولي قدامي واحدة عالج اتعالج ليه؟ انا اصلا سليم ايه انا سليم انا سليم وفيش اي حاجة خالص تحس ان تعايني بالعافية؟ الله ايه 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 اصلا eligible اصلادي اصلادي اصلا Dziękuję طيب اصلادي سلم اصلاة اصلادي اصلادي سهل شو مني يوم؟ أنا مش زعلان منك يا ابني أنا زعلان عليك السياسة دي أصلي سكتها خطر ومرها أكتر من حلوها بكتير أنت مش مصدقني ليه يا أبا؟ والله العزم الموضوع مش زي ما أنت فهمه أنا مصدقك مصدقك يا أبا بس برضو حتى لو كانت رجلك جاد غلط أنت برضو بلتغل أخطان في إيه بس يا أبا؟ طب في إيه؟ لما تشوف مظاهرة تبعد عنها؟ أبعد عنها للدرجات يا أبا؟ أيوة طبعا للدرجات دي ونص كمان أيوة يا أبا بس المظاهرات دي تعملت عاملت عشان الناس تقول رأيها وبعدين دا مش في مصر بس دا في العالم كله طب بسألك سؤال إيه سأل؟ عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة أو غيرت حاجة؟ يا ابني أخرة المظاهرات إيه؟ ما دينك شفت؟ يأخذوا اللي على أبن الدولة يضربوهم ويهزقوهم مش هم الوحديهم هم وأهليهم وفيه شباب زي الورد أهليهم ما بيشوفوهمش تاني وأنا يا ابني محتاج لك علشان تاخد مالك من أمك وإخواتك وبعدين اتطمم التغير هيحصل هيحصل يوم يا الفوران اللي في قلوبكم إنت وسباب اللي زيك مات نية اللي بقيت الناس يا عدم يا ابني الدنيا لها ناس والآخر لها ناس ربنا هجعلنا إحنا من أهل الآخر إنما الدنيا بقى نسيبها اللي تحزينها تاخذني الشواء يعني كلامك دا شواءني للانتحار بس أنا أخد على خاطر منك عم أمين إيه؟ فعش يعني مش أناك في وشي كده وتبديني بالألم يعني أقدمه بتعرف؟ أنا مزعنيش الألم دا خالص منزعني بس الكلام اللي حضرها كنت أقول تفاكر نفسك بتصرفه وبتساعده ما كله من خيرك عم أمين وبعدين يابا ربنا يقدرنا عشان يخليك أنت أمي يا أخواتي مش محتاجين أي حاجة يابا أنت غزمتك على راسها هيقولي بقى دعيتلي وإنت بتصلي ولا كنت ياسس علم منك؟ يا أخوة من اللي يمينة دياله غيركم أعلم ؟ تزاز عليم؟ ، تزاز عليه بقى أنت تزاز يا أولادي لا لا.. هلهًا ترصبح على خير مرحب laughing طوال لحسيني طيب حبيبتيذاً طيباً ألمك بعدين حبيبتي وحبيبتي دي بقى اللي مسحيها لغاية دلوقتي بتكلمين يا بطة دي 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 ولا ده 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 بتكلمين يا بطة دي واحدة صاحبتي بدأ انا الموضوع بكده يبقى حتشوف يوش مني زي الزفت بتكلمين يا بطة بص بصراحة يا قدم ده واحد اسمه مرزوق مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتي فين ده بص يا قدم انا هحكي لك على كل حاجة بس ويعادني ان هو يفضل سر ما بيننا احكي يا ماما احكي حبيبتي بس احكي بصراحة عايز يخطبني كانين مجد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى مجيش للبيت قابلنا انا اللي مكنتش عايزة كنت مستنيها الوقت المناسب وامت بقى روح خالتك الوقت المناسب اللي تشوفه يا قدم انا عايز قابل الوقت ده اتفقنا؟ اتفقنا ه� انت مفقنا؟ تلتeké بيه؟ ها تتخطبك؟ ها؟ behaves ها؟ على كمان واحد يخلوا ساعة يخلوا العبر ان ننقل المتابة تقالوا يخلو Cant صلى بنزل صلى بنزل عدّاسوا الموليس! عدّاسوا الموليس! ألف سلام عليك يا حبيبي سلامك بتؤمنوا يا جماعة جات سليمة الحمد لله أسفين يا دكتور جبدك على ملا وشك يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله طبعاً الزنكر قطر خيرك يا جماعة الحمد لله كويس يا حبيبي يا ابني منه لله البعيد ربنا ينتقم منه أشد انتقام قادر يا كريم يا رب وهو آدم سابه ده ده علقت موت ربنا يحميك يا آدم ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعانتك دي حد أبداً ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه يا زياد من اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديت وعلقت موت لولا هو اللي جي أمقزه من إيدي حصل حصل وهي آآ تعويلة قدام ده من إيه أعمل ديه؟ أه؟ لا ده ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظه حصل حصل حل الله يا صاحبي أدم مايتخافش على إيه جفارة؟ مش غريبة عليك والله يا آدم هيا دي أخلاق أولاد الكانتري تشكرين على المعلومة يا خواجة منفضلك يا جماعة الدكتور قال الكلام خطر على آدم تفضله تفضله تصبح لكير تصبح لكير عايزين نام تفضل حضرتك تفضل حضرتك أنا مش فاهم بس الوقت ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراها كيبد عليك يا ضنايا يا بي؟ طول عمره في حاله ودايماً متصاب أيوة خليك انت في كبدي ويا ضنايا بغير تمرق الجنب جاوة اللي قادر يتحرك ولا يروح شغله كرأي يا أمين ما لك شد السلخة علي أنا وربات كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحة ما لكش حق احنا عيننا زي الفل وأنا من ربيهم كويس وزارات ربنا سبحانه وتعالى جواه لازم تفرح إن ابنك راجل وشاهم الشاهمة ما بتجيبش حق أهله من دولة يا شابرة وادنك شفتي يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها بهذا الشر إن شاء الله اللي يكرهوه يا رب استغفر الله العظيم اسبع على خير انت من أهله صبرني يا رب صبرني على نفيه انت متعم بالتخابر مع دولة أجنبية للإدرار بمصالح أمن الدولة العليا أنا دي أنا غلبان يا باشا سألتك أنا لا يمكن أدور بمصالح بلدي ولا يمكن أتجسس على بلدي الصالح أي حد أمو التفسر بإيه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها وروح تبعتها لما كنت شغال في شركة الاتصالات يا باشا المعلومات علاقة فما نشيل وبدأي احنا في عصر المعلومة يا بيه لا تستابل يا لأ بيه هبقى تجيب مع أمو كل الناس يا بيه بيتبادل معلومات ولاي جات علي وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم عالنت بكوم رايحة جاية يعني اللي عالنت حاجة ولا انت عملته حاجة تاني يا باشا دي معلومات عادلة هو التجسس إيه غير بيع معلومات ممكن تكون عادية بالنسبالك لكن مهمة لغيرك شكلك كلام لاوة ومش هتجيب الزوق انا 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 فعلا فعلا بعت معلومات وقابت التمن بس بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات أجنبية وتبيع ليه من أصله لا اني فقير فقير ما سأداء تلقيت اي حاجة عندي ممكن لباحة ما سألتش نفسك يا رحمك هم هم يشتلوا منك المعلومات دي ليه؟ انت يا رحمك ما سألتش رحمك كان كل اللي منها بيع بكام باشا بلدي ما هتتقدرش لفلوس البلد دي ملينا فلوس بس مش مع كل الناس انت حقود بقى من غلبي طل عمري طل عمري بتخوفوا دوامة فاني مفيش ولا مفيش مرة واحدة بكرني مندي ايده ويساعدت عفوا الفقر عمره ما كان مبار للخيانة وميلة الاصل في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تكون اهلها وناسها مش كل الناس باشا مش كل الناس في ناس مستعدية بقى عين من عنيها او عين من عنها علشان تدوس على الفقر اللي طحناه نمس الدان يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة نما لو معرفناش بنتحول غزبا عننا الشياطين شايتين علشان نقدر نعيش يا خلبي تعمل ايه يا خلبي تهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الرأس في عصر انحنت فيه كل رؤوس حكمة قديمة لكن عجيبة يا آدم ايه الصباح الزبال اللي ده على الصبح ايه الحكمة دي يا خياب جبتها من ايه؟ من عن صيدلية الاسعاف كده وانت داخل على يمين ايه جبتها من ايه؟ انا كنت بقرة زمان بجاب داخله الله كنت بقرة زمان؟ ايوة زمان قبل ما يخترعوا النت اي حد كان لازم يتصقف دلوقتي اي معلومة تخش على النت تجيبها ومعلقش في دماغك بقى اغر الجملة الزبالة دي؟ طبعا يا آدم الحقيقة آدم الحقيقة دلوقتي اللي عاوز لقمة عيشه بيحسس عليها في الضلمة وبيدور عليها ولو رفعت راسك لفوق او امتهى اسف يطيرها لك لحتلاقي رقابتك ولا لقمة عيشك ايه التفاول ده يا خيال؟ ايه التفاول اللي على الصبح ده؟ استغفر الله العظيم يا رب يا خيال ربنا كبير يا خيال وبيرزق الدودة في بطن الحجر مش هرزقنا احنا صاف في قلبك بس انت ونعم بالله حلوة اوز ده موفقتني بقى؟ انا كمان موافقك على الجملة الحلوة دي بس هنزود حاجة طفيفة بس حاجة صغيرة كده بس طفيفة خفيفة كده طفيفة خفيفة كده بس القيم لحمة دامنا عندك جي في دماغي بس مطلع كده مطلع هوين لمن؟ ايه؟ اللي انت عملته ده؟ ايه يا عم ايه؟ ايه هوين اللي من لا يريد ايه؟ ايه هوين اللي من لا يريد يا عم على اقل في احترام وتفاول كده مش تشاء ومساود هوين اللي من لا يريد يعني احقى مرفوع الرأس بيعصر انحالة فين الروس احترام من مين؟ من الناس الشريفة فين الشريفة دول؟ موجودين يا خيال موجودين بس انت بس فالح تبص النص الكوباية الفاضي وتسيب المليان نص فاضي ونص مليان ايه؟ هو فيه ادم كوباية قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي يعيش في وسط المنعرفين؟ والحرمية؟ بلنك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك وما تبصش لرزق الناس وتقولش معنانة في وسط الحرمية؟ يا عمى انت ملك بالحرمية يا عمى ما تركز في نفسك يا عمى كويس كويس للنفسك هادي الشعارات اللي احنا في الحين بيها الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات كل علمك بها ادم بص انا هرجعها تاني عشي خاطر خيال عشي خاطر عشي خاطر يسيبها كده احنا محتاجين لأي كلمة نتصبر بيها تدينا امل مش كده يا خيال؟ خيال خيال حلو مال مل؟ اهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههولد! في hotschlag انتي ايه يا بنتي وبعدين معاك بقيا يا علي انتي مش ناوياتي بihatجي بيها لبر أبدا ليه هوا انا بعمل حاجة غلط اه طبعا لو روحت Giardi دها دي بتاع تا ال معارضة ابوكي هيز علماما دة مستقبلي وانا حره فيه ايوى يا حبيبتي بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحسوبة عليه ده الظاهر قدام الناس إنما اللي أنا وإنتي عارفينه كويس إنما فيش أي صلة بيني وبيني يا يا عليا، أنت إيه يا بنتي؟ مش عايزة تنفي أبداً؟ أنسى إيه يا ماما، أنسى النرماني أنا وإنتي وأختي، ولولا جداً لا يرحمه، يا علم مصرنا كان هيبقى إيه؟ وهو ربنا سطرها والحمد لله، بتنكش ليه بقى أنت في الماضي دلوقتي؟ ماما قفل الموضوع ده خالص، وبابا اللي فرد في حقوقي وأنا صغيرة، مالوش أي حق فيي وأنا كبير ده العضل يا ماما، وغير كده يبقى ظلم، مفيش فايدة فيك، رأسك نشفة، واللي أنت عايزة تعملي بتعمليه طالما في الحق أهعمله له على رقابتي، أنا بنت جد يا ماما، مش بنت بابا كيدي بتاع المهندس عمر عبد السلام، دكتور نبيل دانيال، مهندس رفيق حنة، والدكتور ريشان، تماما ودت لها جايدة وجانة وسارة؟ ودت لهم أوكي، ودت لها ليلين وأميل شوقي؟ ودت لهم أوكي، ودت لها هيبة وأحمد وشيف النور؟ ودت لهم يا ستي تمام، كده مش ناقص حد، قعد كون نسيت حبيري الأنصاري أخ، ايه؟ مهربية نسيتها؟ لا طبعا ودت لها بتحزن يا جو، كنت حموتك بشكل كذلك الأمر طب، يلا نودي لهم بيتيش ومستعاد يلا عندي لكي خرجة تحفى النهاردة ايه، خرجة بي يا جون؟ جونت عيش حياتك عادي جدا، ولا كان فرحنا بكرة خلاص، إذن تبقى أنت القصانة؟ أه، تحضر الفرح ماشي هاي رشي لا، لا، شافت لا، لا، شافت لا، أنا عيش شافت اوا، اوا، اه نوسي حلوين؟ قوي يا حببتي مبروك، مبروك يا نون، مبروك يا جوع الله يا بركي يله ده زوق جوع على فكر وانا بقول زوقها حلوة قوي قوي كده ليه؟ عشان حضرك بتحبيني بس يا أنكل بتقول كده ل leadfront أنا بحبك، أنا كنت بحبك ليه كده يا أنكل بس أنا عملت أيه؟ عملت أيه؟ ده انا مش طيقك يا رانجل ده انا بغير منا اخصى عليك يا بابا ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي بقى انا اتعب وشأة وعربي والاستاس كده هياخدك كده جاهزة ده عشان ربنا بيحبني بس رزقني بناس كويسين كده زي ايه بس احنا مش هنروح بعيد يعني احنا مع خضرتك على طول وهنكون عندك على الفطار وعالغدا وعالعشا كمان الله 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 ده انت دخل على التلاجة دغري بقى ربنا اسعدكو يا ابني ايه ده ايه ده احنا مش في الفرح على فكرة بتعايته ليه دلوقتي بقى كان نفسي شريف اخوكي يحضر اكليلي ايه ده صحيح؟ هو شريف ماتصلش خالص؟ ربنا اهديه يا ابني ويرجعه السلامة طيب بمناسبة الاكليل بقى انا عايزة ابونا بشوي هو اللي يجاوزنا اما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو هتروح تجيبه هروح تجيبه ايه؟ استني بس ده ده بانيس ويفي انكل لا 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 مش كده يا ابني ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك انك تروح تجيبه بنفسك ماشي بس امتى اروح؟ ده 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 الاكليل بكرة ما يشدعوا تصرف وبعدين يعني ما نشوف حد قرية طيب يروح يجيبه لحسن يتعب مني في السك انتوا عارفينه سنه كبير مشان خاطر يا جوم انا وعدة من وانا صغيرة قد كده انه ولا هيجوزني خرس ستي ترمى دي امنية يعني وعد انا هجيبه عشان بحبه ايوه كده اسمع كلامها زي من شوجو بيسمع كلامه ايوه نورتنا يا ادم يا ابني ربنا خليك ام وانا عمشان بقى ايوه ايه مالك ادم فيه ايه مش حارف مالي ده امير يوجعني كده فجأة بقولك ايه هنان بصراحة يعني انا محرج منك بالنسبة اللي حصل يا ريه السلامة لما حضمنا بعد ايه اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك لا عادي يا ادم فيش حاجة احنا اخوات اخوات بص يا هنان انا طوله امري بأسيس لك كواخت بس مساعدت محضمتك حسيت بحاجة حاجة بس ايه بحاجة زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب ساب حاجة عند التاني ساب انت حسيتين نفسي الحساسة لا انا بكامل الجملة بكامل الجملة طب تفضلي بقى هاتي اللي انا سبته سعب يا ايدا مش هقدر اديهولك شفتي انا نسبت حاجة طب انا لازم همشي طب انا مش عارف دوميلي مال من مجد مجد يا انا انت حسيتين نفس اللي انا حصل بس انا خايفة يا ايدا من ايه خايفة يكون ده مجرد احساسه هيروح لحائره هو اضعبانا بعدين اضعبيت ابيت مالك محساني ان انا لاحي اخوي يا هانا یما Istarدي شوي يابدي متكلم علي بان Bali انا فاهم انا بقول الكود SPA هاااااااااااااااااااااااااااااااااbs انا بازم التخلق اهاااااااا بس داع وظ اطلع بقى يا سادر شمه يا سادر للدوسي ده ريحته بغض بالبسطر معه انا اخت النهاردة بقى يا فتكات عملالي حت الدين اكلة محش بورق الخاص يا سلام يا سلام يا فتكات اختك الا قولي يا عمورة انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقت بصحة متأخر نعم مش فاضي يعني هتجوز امتا وراك ايه يعني مفيش بالليل بقعد الالعب ضمانة وطولة وبالفجرية كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده شات وبعد انت بتلفى و تدولي على قافة تكاكل الصبح اوزي حاجة اوزي تقولي حاجة بصراحة بصراحة انا جايبه لك عروسة من ايه من ايه ده انا جايب انبارح الخاصية بالتقسيط الاختي عشان تعشان بقى من انت بتحلامه ولا ايه؟ لا مالعروسة اللي انا جايبهانك عندها شقة فى ارض الليوة ومحوشة لها قرشين تبتكلمي جد؟ ايوه ايه انا عمعها فلوس كتير؟ ايوه يعني مرتبك هيفضل ليك وهي بقى مش عايزة منك اي حاجة غير بس شوية حنان حنان؟ ده انا ما عندي شلة حنان الشر برا وبعيد ما تفولش تفولش ازاي دي واحدة ست دي دي كانت ست انت عايزة تجوزي انا تتورط فيها هتي ولا ايه الله مدام في الفورمة ولسه بسحيتها المنع بقى فورمة مين اذكروا محاسن موتاكم لا بقى انا مسمح لكش ان انت تشتم حماتك حماتك اخسع ليك يا فتكات اخسرت العشرة اللي بين وبينك ده المكتب لا زي في المكتب عاوزة تجوزين يا حماتك عمورة ده جميل عمري ما حنساولك دي مأجرة شاقتها وقعدة معانا بحجة انها وحدانية انا قلت اجوزها بقى وتحل عني حليها خليها تحل في اي مكبرة جماعية بعيد عنك حرام عليكي يعني انت عايزة تشليها من دماغك وتحطيها على دماغي انا لا مش عايزة تجوزة دي عمورة انا بهديلك هدية دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك اي حاجة في الدنيا ويمكن كمان تديه لك لا مش عايزة تجوزة دي مش عايزة تجوزها انا كده زي الفل انا عايز مع نفسي كده زي الفل خلاص ياخو خليك مع نفسك كده زي الاردة بوديل اا plusieurs ده أبو ديل أقعد أكل موز وزداني كده واطلطط على البلتكنات في الشقة براحتي خلاص؟ سلامتك يا عم رامبو الله سلامك يا حبيب رامبو تفضل كل سنة وأنت طيب ايه دي؟ هدية عيد بلادك دي بقى ساعة أصلي مش ملزاي المضروبين اللي بديوهم للعيال انسيب ايه دي ايه دي يا ابني ايه دي خلاص هاد ايدك التاني يا ابني استنى انت عيب تشبوكني ولا ايه؟ شكرا أنا كيمو بس انا مش هادر اخدك ايه الاتامة دي؟ ده بدل ما تخدني بالاحضان وتقول لي مرثيها صديقي على الهداية الحلوة اللي انت جدتها لي دي؟ ما هي عشان حلوة قوي وغالية قوي انا مش هادر ردلك واحدة ازيها بعدين امعلم كل سنة وانت طيب الحلوة اللي انت جدتها لي والله عندي اغلى من مئة هداية طب والله يا العظيم ثلاثة لو ما كدتها دي الشه في الارض دلوقتي مئة حتة وانت عرفني بقى مجنون وعمله واعدين يا اخي ده النبي قبل الهداية ايه البس بقى بناك بقول ايه دي ايه دي يا مجنون البس طيب البس اللهم ما صلى عليك يا نبي حلوة صح؟ بس دي مش هاصلة معالي شفاهمك انت ايه ده ايه الحالة؟ بص يا لو اني اونلاين ايه ده دلوقتي وليد لا سيبولينا بقى اندور عليهم انطلع على المصر حالوة يلا ندور يلا ندور يلا ندور اتبود يا معالي انت ساعد انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا لي بس يا لولي يومين ما اسمعش صوتك ومعرفش عنك حاجة بتعملي ايه؟ بجد حرام عليك صدقني يا لولي انا بتقطع اكتر منك بس كان لازم ابعد لاني بدأت حيس اني بقى ضعف بقى ضعف بقى ضعف اه ايه؟ ضعفت بقولك يا لولي مش هكلمك تاني انا بصراحة حس ان انا بخون خطيبي انا لسه مفتخش هطبتي انا حس اني بخونه 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 ايه؟ 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 دوروا انت بقى معلم لانه عارف صوتك يلا ندور يلا ندور ايه؟ ما تنطق بقى الله يقرب بيتك حتطير مننا المزة هاي?, ممكن اتعرف عليك اه تي مين؟ انا مونيكا تيه مصرية مونيكا؟ نص مصرية وينص يتالية او متانا فيالسباكتي دللح تبقى صلصة ممكن استألك سوال؟ فضالة عسلية بيئة قوي هو أنت آنهي نوع من أنواع الرجالة آي نوع إزاي مش فهم يعني آني فصيلة ما فصلت الرجالة فاصيلة إيه؟ أنت بتكلمي كلب لولوة اللي إيه؟ أنا أنا فرعوني كوكازي أوه كوكازي أموت في الكوكازي يا نيازي لا مونك أنا مش اسمي نيازي أنا اسمي عامر ما أنا عارفة ما أنا عارفة بس أكدت أصلاك شابه قوي زي مية يا مونك خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه هو مات؟ آه بس إت شابه قوي 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 هو بيموت هو أنا صوت يدي على طربة ليه؟ أنت عندك كاميرا؟ للأسف لا يا مونك يا خسارة الحلوة ما يكملش لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض بكرة بكرة من طلعت الشمس عيكون فيها أنا خمس كاميرات بس توريني بقى كل حاجة شكلك شاي؟ وأنا بموت في الشقاة لا أنا كده على طول شاي طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتوريني حدا وريني الدبوس يا مونك وريني الدبوس مين دي يا مونك؟ دي هايدي بنت خالتي سأليني عليها بقى وخاليها توريني دبوسها مش هما تجيب كاميرا الأول بس بقولك إيه؟ أنا ممكن أبعط لك صورتي تسبيرة يا مونك هرسو أخو بنيل ده انت حلو هوا مونكا؟ لما أنا مش هقول من النهار ده بقى من هنا إلا ما شوف دبوسي كه دبوس هايدي هايدي مفيشو حبيبي كويس إنك جيت أنا جيت حمد الله على السلامتي بقولك كنت عايزة فلوس فلوس؟ ليه؟ مفيش رايحة للكوافر وبعدين هعزي على ماما عشان أخد البنت البنت؟ طب هو إيه اللي ود البنت عند ماما أساسها؟ مفيش كان عزي أبين داي الصبح فماما عزيت أخدتها من الحضانة كمان؟ يعني أنت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ فيه يا هشام هي في الشارع؟ دي عند ماما وبعدينها من حق إنه نخرج واتفسح واللي عايز نبدل محبوسة مئة أربع حيطان يعني والسيواء الحيوان ده قد بتغيهولي قبل كده مئة ألف مرة ديه؟ عمل إيه؟ مئة مرة أقوله ما ينامش في العربية ومستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف؟ كمان هتحاسب الرجل على النومة؟ ده قطر ألف خير إنه ملاحق على مشاوير الجنب شغل الداخلية ده أنا اللي اسم السواق بتاعي ما بشوفهوش أصلا خلي في قلبك شوية رحمة يا منال حنياتك دي لحجبنا ورا أنا جعانا قيت له بديلابري نعم هو أنت كمان ما طبختيش؟ ده إيه لعيش الزفت دي؟ يا حبيبي يا الخدامة مش نفسها يوم تاخد أجازة ولا إيه؟ يوم واحد بس يا منال يوم واحد؟ ده أنت الأسبوع كله ما بتطبخش غير يوم واحد وبعد محيلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خطري بحب أكلك بكره أكل برا برجع من شغلي تعبان مش كده يا منال؟ يا حبيبي أصل الطبيخ ده مزاج وأنا ما تحودتش أعمل حاجة إلا مزاجي وأنا مش مدامني مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي حيبيرلك يعني غلوتك عندي أم قال إيه تاني؟ طب الأول إيدك على 500 جنيه ولما أرجح أبقالك 500 جنيه؟ مم فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمة فوستين إيه؟ هناكل طول الشهر جزمة فوستين؟ ويا طرح هنحل بإيه؟ توق شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريوت كارد يعني وبعني الأكل يتدبر أمره لكن بصراحة جزمة والفوستين كانوا لقطة ولما كنتش جبتهم كنت أحبقى متضيع قوي جيتك بعد 500 جنيه يالله خليك حلو خليك حلو وهاتهم؟ وأنا أقعد بإيه؟ يا حبيبي أنت قاعد في البيت مش نزل الشارع لكن أنا اللي نزل أشتري حاجات في الشارع عايزني يعني أتبهدل قدام الناس؟ والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش يعني أفرض حصل لي أي ظرفة طرق في الشارع ساعتها أعمل إيه؟ وأنا مراد هشام بيه مذكور بجلالة أدرو عايزني يعني أتحوق للناس؟ يا دي هشام بيه مذكور بجلالة أدرو اللي عامل لي بله في نفوخي ده أنا كرهت اسمي بسببك يا شيخة يلا بقى خليك حلوهاتهم يلا طب بصي أنا هديكين تين جنيه بس أوكي؟ أقل من خمسمية أنه يأ طب أنا أطلت بديليفري بإيه؟ استحلك علبة التونة وبعدين يا حبيبي الديليفري مش بواس عشانك وبيني تدخنت قوي محتاج تخز باي باي هي بقت كده مناني؟ قلب التونة؟ أنا على الأخل إزاي منأكل قلب التونة؟ ماشي على الأخل ورد والله ورد خلاص بقى ما زاليش وهي زال من إيه؟ يعني شاط عصبت عليك مبارح سدقي ناس هامل علي ضغط في الشغل غير عادي حيك ألي عادي؟ هو إيه الجديد؟ بص أنا بكلمك إزاي وأنت بكلمين إزاي؟ أنا ما قلتش حاجة غلط أنا قصدي يعني أن أنت دايماً مشغول بس كده؟ أنت شايف حاجة غير كده؟ أنا شايف أن أنت متغير حبيتي من عيتي مش أنا اللي اتغيرت يا سيف أنت اللي اتغيرت سيف الحديد يا عمره ما حيتغير أبداً عمره ما حيتغير يا سيان بتغيق لك بص لحياتنا كده من بره أنت هتعرف الفرن ما لا حياتنا ما زي الفل إيه؟ من بره من جوه و ألف وحدة تتمنى تعيش عاشتك دي بس أنت بقى اللي عاملة نفسك مش واخد بالك بطل بقى بطل بقى تفكر في نفسك بأنانية وبس فكر فيها شوية فكر في إحساسي في مشاعري مشاعر إيه؟ والورد ده إيه؟ مش مشاعر ده؟ مش بالورد يا سيف بيه همار بإيه؟ بالحب بالحنية بالمعاملة الطيبة بقولك يا سيف أنا تعبانة وعايزة ناب